يا صباح الفل يا صباح الأنوار كيفك اليوم؟ أنا منيحة أنت؟ أنا كتير منيحة الحمد لله إحنا اليوم مبسوطين ورهوفة كمان لابسة أخضر اليوم هاي محتفلة معاكم آه مبارح يا جماعة اللي صار هو يتعدى أن يكون حدثا كرويا فقط مبارح اللي صار هو مشاعر عربية قومية شارع الأردن مبارح فرح بالمقاهي بالمكاتب المباراة كانت وقتها على الوحدة وعلى الرغم من ذلك مزبوط الناس طلعوا من أشغالهم وكانوا حريصين يحضروا المباريات أو المباراة بعض المدارس نقلوا المباراة بس حي ومباشر يعني عن طريق مجموعة من الشاشات هذا اندل على شيء يا دول بأنه الإنجاز ممكن مش مستحيل والمحاولة دائما إذا كانت جادة وإذا كان فيها اجتهاد وإذا كان فيها تعب رح توصلنا لنتيجة هذا مش بس مختص بكرة القدم هو يترجم على جميع الأصعدة فإحنا كعرب اليوم شعورنا بأننا فخورين أنه إحنا مننتمي إلى جذور عربية يعني مبارح المنتخب السعودي أسعد كل العرب أسعد دول يمكن زمان ما انبسطت وناس زمان ما فرحت من قلبها وهذا هو أجمل شيء في الرياضة وفي كرة القدم إنها بتجمع الناس مثل الموسيقى بتجمع الناس وبتنسيهم همومهم وأحزانهم إحنا مبارح كلنا فرحنا كلنا شجعنا من قلبنا كلنا شفنا بأنه الهدف الثاني كان انتصار على منتخب قوي جدا منتخب الأرجنتيني يا جماعة من المنتخبات اللي عادة تتأهل للنهائيات وللنصف نهائيات وهم لم يهز شباكم أي منتخب عربي والمنتخب السعودي يعني حقق نجاح كتير كبير وفرحة كتير كبيرة أسعدتمونا وإن شاء الله النجاح بيضلوا حليفكم التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة أيضا تونس مبارح كان في تعادل أتمنى أنه يكون إيجابي ضمن مجموعتهم أنا أيش داخلة بالرياضة عرفتي أنا محللة يعني هلأ أنا بقول لك يعني كيف المنتخب السعودي شو وضعه شو وضع بالمونديال أقول لك شو لازم يغلب بولندا والأرجنتين والمكسيك يتعادلوا وهو بتأهل بدون ما يلتفت يا الله إن شاء الله شو في رهوفة المنتخب السعودي سموه بعريس المونديال صح إحنا للأسف كانت توقعاتنا بخسارة سقيلة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني وهذا الذي يندرج تحت ثقافة الإحباط اللي إحنا منعيشها على كافة الأصعدة الفوز مبارح كان فوز مبهر أسلجتم صدورنا مواقع التواصل الاجتماعي مبارح كانت مزينة بمجموعة من الفيديوهات اللي منها الكوميدي اللي منها الفرح اللي منها يدل على تضامن في فيديو يا جماعة أشعر بدني مواطن قطري رأس رأس لما ربح المنتخب السعوديين حوالي هذا مشهد يدل بأن المستحيل ممكن نحية كتير كبيرة لرسام الكاريكاتير عمر العبدالله شفتي إيش عامل على هاي قال الشعب الأردني كله من الصبح شفت 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 كليات ما هيك بدي أعطيكي جملة غزل ما في بعدها ولا قبلها وقلتوا شوها وقولوا ما نقوله تخيلي واحد يقولك أنت أجمل من هدف الدوسري في الدقيقة 54 قوية صح؟ ركز جبت لك أنها بدي 54 وعيشوا يلا شوفوا أنا بتخيل يعني اللي صار مبارح يا جماعة إحنا كدول عربية يعني عايشين للأسف بخراب بدمار بفساد بضياع للموارد ماهر أبو طير كتب شغلة كتير عجبتني بقول بأنه اللي إحنا فيه مش قدر إحنا منقدر أنه نغيره نغيره ومش ما منعتمد فقط على الموروث التاريخي هو الذي يؤهلنا أن ننهض لا فيه إمكانيات هائلة عند الشعوب العربية موجودة وسباق الأمم لا يحتمل أن إحنا نظل قاعدين عم نتفرج وعملين هيك طبعا يجب أن ننجز ومبارح كان الإنجاز فرحة عظيمة بيعطينا تفاؤل لغد أفضل بالنسبة لثقافة الإحباط اللي كنا عم نحكي عنها مبارح شفت فيديوهين رهوفة لمشجعين أرجنتينيين هم مش ثقافة إحباط هم ماخدينها يعني أمر واقع قبل بداية المباراة قبل بداية المباراة قلنا نحضرهم مع بعض لما سؤلوا عن من رح يفوز المنتخب السعودي وللمنتخب الأرجنتين شوفوا كمية الاستهتار ساوديا أو العجلتين لن أرى أن أرى أن أرى أن أراكم داخل الاستادات في قطر تخيلوا انه اتحاد الاتحاد الدول لكرة القدم فيفا امبارح اصدروا عقوبات واجراءات تأديبية للمنتخب الاكوادوري بسبب هتافات مسيئة من قبل بعض المشجعين داخل الاستاد خلال مباراتهم امام قطر مع انه هم اللي ربحوا بس كان في هتافات مسيئة فانتبهوا كتير منيح يعني هاي قصة كسرت عينه لمسي وكذا فانهاش داعي كتير بنا ما حدا يترجم له الزلمة يعني بسواله ابو ستمائة مليون بدمرنا جميعا والله الدول سريس وراسه هادهولي بحكيها طب اسمعوا على سيرة الفيديوهات الكوميدية فيه ثلاث فيديوهات يكم حضنين لكم ياها يعني توب ثري اللي شفناهم اسمعوا اكنا مبارح انا وقت انا موتت لا والسعودي بمسي عليهم قال لمست لسا يلعب الله لا يسامر مسي موجود بالله يشوفو شوفو ايو فلا انا يا ميسي ترانكيلو يا ميسي ترانكيلو يا ميسي ترانكيلو